يصر أبو خالد على أن تكون إجابته شاملة كاملة باسمه الخماسي يجيب أبو خالد عن السؤال عن اسمه مدللا على عمق ارتباطه بالبيت والجد والتراث والجيران والأرض والوطن تلك هي المفردات الرئيسة التي تشكل قاموس فلسطين في عقلية الفلسطينية اللي هو حمد الأصلي أبو إبراهيم وأبو علي وأبو يوسف وأبو أنا وبكى إن دار أخرا هناك عمي الثاني فيها عمي الثاني فيها ضل هناك وهذا هان وأبويا بكى تشبير فيهم بنا فوق وطلعنا فوق هادي هادي بكوا من زمان ما هو ما فيش خزاين يصفتوا اللحفة ولا الفرشات يصفتوا هن فيها وغطوهن بطانية أو شغلة حتى بكاش البطانيات تبعات اليوم هذا بكى المطبخ هادي اسموها روزنة هادي من وسط الحيط بتطلع لفوق الدخان بنزلش نازل لا بتطلع لفوق زي هالكتل عند البواشات والهدول اللي بكوا نسوين موكة دغاد وهم مكاعدين هان هادي من كبل البواشات هدول إحنا بواشات بأدق تفاصيل إصف أبو خالد دار أبيه وجده يسترجع ذكريات الصبى بدقة ولو أكلت دهر من جسمه وشرب أطلال هذا البيت في بلدة لفتة المقدسية تدل على أنه خلو من أصحابه فقد هجر أبو خالد إلى مخيم شعفاط بالقدس لكن ما يعزيه أنه يجد المتسع أحيانا لاختلاس النظرة إلى هذه الحجارة وربما البكاء على أعتابها يتمكن أحيانا من تبقى من أهل قرية لفتة من زيارتها يستعدون ذكريات العرق الذي سال من جباه أجدادهم على هذا التراب وهم يغرسون مع الأشجار معاني الارتباط بالجذور والتراث وقيم الإخلاص للأرض والوطن والإسان حالهم يقول وسعت فلسطين لكل تلك المعاني ثم ضاقت علينا